من الآخر مختصر الأصول لابن الحاجب كل الذين كتبوا في علم أصول الفقه في أجواء السنة اعتمدوا عليه اعتماداً كبيراً في جهة المصطلحات وفي جهة التعريفات وفي جهة العناوين والتفريعات وكل الذين كتبوا في علم أصول الفقه عند الشيعة أيضاً اعتمدوا على هذا الكتاب من هنا قلت لكم من أن مختصر ابن الحاجب هو الذروة الذروة الأصولية عند السنة وعند الشيعة عند أتباع السقيفة بني ساعدة وعند أتباع السقيفة بني طوسي هذا هو مختصر ابن الحاجب وهذه النسخة مع أشهر الحواشي التي وضعت على المختصر الحاجب وهذه النسخة هي نسخة درسية من النسخ الدرسية في الأجواء السنية في الأزهر وغير الأزهر وهذا الكتاب كان كتاب التدريس في حوزة الحلة العلامة الحل درسه ودرسه وكذلك ضمنه في كتبه فلقد اعتمد عليه اعتمادا كبيرا في كتابه الأصولي الجامع الذي هو نهاية الوصول الذي ألفه لابنه محمد أما الكتاب الذي كان متداولا في حوزة الحلة لدراسة المختصر الحاجب هو هذا غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب للعلامة الحل المتوفى سنة 726 الكتاب بحسب الطبعة المعاصرة يتألف من جزعين وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه التابعة لمرجع المعاصر لجعفر سبحاني هذه الطبعة هي الأولى 1430 هجر قمري قموا المقدسة ماذا نقرأ في مقدمة العلامة الحل وهو يعرف بمختصر ابن الحاجب في الصفحة الثامنة والثلاثين والتي بعدها أتمنى عليكم أن تنصتوا للعلامة الحل وهو يحدثنا عن الكتاب والمؤلث كي تعرفوا مدى تأثري العلامة الحل ومدى تأثري علماء الشيعة علماء الشيعة بعلم أصول الفقه الذي استوردوه من أتباع سقيفة بني ساعده لأنه لا يوجد عندنا في ثقافة العطرة الطاهرة شيء من هذا أبدا يضحكون عليكم يقولون لكم من أن أصحاب الأئمة كتبوا في علم أصول الفقه ومن أن الشيعة سبق السنة في هذا هذا هراء يضحكون به عليكم كبقية الهراء الذي ضحك به على أجدادنا وآبائنا وضحك به علينا هكذا يقول العلامة الحل ولما كان الكتاب الموسوم بمختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل من مصنفات الإمام العلامة جمال الدين ملك المناظرين أبي بكر عمر بن الحاجب هناك خطأ في ترتيب الاسم لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة يبدو أن الخطأ من النساخ من نتيجة هذا هو كتاب ابن الحاجب وهذه ألقابه وأوصافه بحسب العلامة الحل من مصنفات الإمام العلامة جمال الدين ملك المناظرين إنه ابن الحاجب قد احتوى من المسائل الشريفة والمباحث اللطيفة لو كان يتحدث عن أحاديث أهل البيت لما وصف أحاديث أهل البيت بهذه الأوصاف ولقال هناك من الأحاديث المكذوبة والضعيفة وهناك المناكير من الأحاديث لكن حينما يتحدثون عن علم أصول الفقه الذي اصطنعه الشيطان لأتباع سقيفة بني ساعدة يصبح الحديث بهذه الطريقة قد احتوى من المسائل الشريفة والمباحث اللطيفة والإيرادات اللائحة والأجوبة الواضحة على ما لم يوجد في المبسوطات في الكتب المطولة ولم يسطر في كثير من المطولات إلا أنه قد بلغ في الاختصار إلى حد الإيجاز حتى كاد يعد من الألغاس فالناظر فيه لا يحصل إلا على قليل من معانيه صرفنا الهمة في كشف أغواره وإضاح أسراره وإظهار ما التبس فيه من المشكلات وإبراز ما استتر من المعضلات ولم نتجاوز حد الشرح في هذا الكتاب بذكر ما يعتمد عليه في المسائل بل اقتصرنا على تحليل معانيه ووسمناه بغاية الوصول وإضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤل والأمل معتصمين بالله تعالى ومتوكلين عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل في أجواء السقيفة بن ساعدة هذا الشرح شرح معتبر عندهم وإذا ما تحدثوا عن شروح مختصر الأصول لابن الحاجب فإنهم يذكرون من الشروح المهمة له هذا الشرح ألا تلاحظون التمازج الواضح بين الطوسيين وبين السقيفة بن ساعدة تمازج واضح إنني أتحدث عن العلامة الحلي إنه المؤسس الحقيقي الثاني للمذهب الطوسي لولا العلامة الحلي لما بقي للمذهب الطوسي من ذكر لطويت صفحته مثل ما طويت صفحة علماء الشيعة ما قبل سنة 448 للهجرة إنها السنة التي أسس فيها الطوسي المشؤوم مذهبه المشؤوم العلامة الحلي هو الذي أسس المذهب الطوسي الذي نحن عليه الآن نحن على المذهب الطوسي لكن في الحقيقة فإن الذي أسس مذهبنا الذي نحن عليه الآن هو العلامة الحلي امتداداً لمذهب الطوسي الذي يعرف بشيخ الطائفة الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة هذا كتاب معروف لعلم من أعلام سقيفة بني ساعد لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة هذا هو الجزء الثاني والطبعة طبعة دار الفاروق مصر الطبعة الأولى ألفين واثنين وعشرين ميلادي في الصفحة الحادية والسبعين رقم الترجمة ألف وستمية وثمونتعش هناك خطأ هذا الخطأ من ابن حجر وإنني أستبعد ذلك هذا الخطأ من النساخ فإنه سمى العلامة الحل بالحسين العلامة الحل اسمه الحسن لكن بقية التفاصيل هي عن العلامة الحل الحسين هكذا قال وهو يعني الحسن الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي المعتزلي هذا وصف دقيق صحيح هو شيعي بجسده لكنه معتزلي بروحه والله هذا وصف دقيق الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي المعتزلي جمال الدين الشيعي فهو معتزلي وشيعي وهذا شيء موجود عندهم عند المذاهب السنية فهناك حنفي أشعري وهناك حنفي معتزلي وهناك شافعي أشعري وهناك شافعي معتزلي في كبار أئمتهم هم لا يستغربون هذا الشيعة عوام الشيعة جهال لا يفقهون علماء الشيعة أكثرهم حمير لا يفقهون والبقية كذابون لا يريدون أن يذكروا الحقيقة وإلا فعلماء الشيعة معتزلة مثل ما وصفت لكم الفخر الرازي بأنه في الجسد أشعري وفي الروح معتزلي كذاك هو الحال مع العلامة الحل ومع سائر علماء الشيعة ولذا ولذا يعشقون الفخر الرازي من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون المنهج واحد الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي المعتزلي جمال الدين الشيعي إلى أن يقول واشتغل في العلوم العقلية فمهر فيها وصنف في الأصول والحكمة في الأصول في أصول العقائد في علم الكلام وفي أصول الفقه واشتغل في العلوم العقلية فمهر فيها وصنف في الأصول والحكمة وكان صاحب أموال وغلمان غلمان يعني عبيد وكان صاحب أموال وغلمان وحفد كان غنيا جدا المغول أغدق عليه بالأموال فضلا عن أموال الشيعة التي كانت تجبى إلي وكان صاحب أموال وغلمان وحفدة وكان رأس الشيعة بالحلة واشتهرت تصانيفه وتخرج به جماعة وشرحه وشرحه على مختصر ابن الحاجب هو هذا غاية الأصول وإضاح السبل وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه وفقا للمذاقي الناصبي لمذاقي السقيفة بني ساعدة لأنه بعد ذلك يقول وصنف في فقه الإمامية إلى آخر كلامه وصنف في فقه الإمامية يعني أن الكلام ما قبل هذه الجملة لا علاقة له بفقه الإمامية أو بأصول الإمامية والحقيقة واضحة إذا ما رجعنا إلى كتابه هذا ولذا فإن علماء السقيفة بني ساعدة يعدونه من الشروح المهمة لمختصر ابن الحاجب معروف بينهم بشرح ابن المطهر هكذا يسمونه بشرح ابن المطهر إنه العلامة الحل الحسن ابن المطهر وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معاني هل تجدون فرقا في الكلام بينما يتحدث به ابن حجر العسقلاني الذي يعرف بشدة النصب ابن حجر العسقلاني فكره فكر نحصبي وعميق جدا في ناصبيته لا أتحدث عن هذا الكتاب وإنما أتحدث عن سائر كتبه الأخرى وقرأت وقرأت عليكم ما قرأت من كلام العلامة الحل وهو يتحدث عن ابن الحاجب وعن كتابه وأهميته أعتقد أن الصورة صارت واضحة وأن الحقيقة بدأت تتقشر بنحو تدريجي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر